الاراضي السعودية لا تزال مهددة رغم مرور قرابة الاربعة اعوام على شن التحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية الحرب ضد ميليشيا الحوثي ففي مساء الخامس والعشرين من اغسطس القاري اعترضت قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخا باليستيا كان في طريقه الى اراضي السعودية المتحدث باسم قوات التحالف ترك المالكي قال ان الصاروخ الذي اطلقته ميليشيا الحوثي من داخل محافظة عمران تم اعتراض مساره الذي كان يستهدف مدينة نجران السعودية الصاروخ الحوثي يعد بحسب تصريح المالكي دليلا اضافيا على تورط ايران بدعم الحوثي بقدرات نوعية ما يثبت ان طهران وفق المالكي تتحدى قرار مجلس الامن وتهدد امن السعودية والامنين الاقليمي والدولي ليس هذا اول صاروخ تطلقه ميليشيا الحوثي على المدن السعودية فقد بلغ عدد الصواريخ التي اطلقت حتى الان منذ بدي الحرب وفق احصائية التحالف 181 صاروخا اطلاق الصواريخ باتجاه السعودية تفتح التساؤلات حول القدرة الصاروخية لميليشيا الحوثي ومصادرها وكيف تصل الى ميليشيا الحوثي رغم الحصار المفروض على المنافذ والحدود ولماذا فشلت الرياض في تدمير الترسانة الحوثية رغم كل الطلاعات الجوية المستمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر